اهلا بحضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في هذا الفيديو احنا طبعا كنا في كلمنا في محاضرات سابقة حوالين او بدأنا سلسلة حوالين البحث النفسي واوضحنا بعض الخصائص اللي قلنا من اهم خصائصه ان مجموعة من الخاصائص اهمها تصميم التجارب في علم النفس طبعا زي ما اتفقنا ان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين المصطلحات ولذلك خلينا نشاور اولا على كلمة experiment وهي معناها التجارب تمام تمام وكلمة designing وهي معناها تصميم يبقى experiment لهيه التجارب و designing ده معناها التصميم اذا بنتكلم على التصميم التجارب في علم النفس لكن في الاول هنتكلم على البحث بصورة بصورة عامة اذا الكلمتين المهمين في هذا الموقف هي designing و experiment طيب تعال نشوف نكمل كده مع بعض ونشوف نتكلم في ايه تاني احنا طبعا عندنا او هنبدأ كده بان احنا نشير الى بعض الاشياء اولا what can we measure او قابلي دي طبعا لازم نقول ان what can we measure ككلمة كبيرة الاول طبعا مع كلمة measure هتقابلنا كتير فانا مش عايز نشير في الشريحة دي لأي كلمة جديدة لكن what can we measure اللي احنا نقدر نقيسه في مجال علم النفس وفي مجال العلوم الانسانية بصورة عامة لكن في البداية لابد ان احنا نقول measure معناها قياس measure معناها قياس طيب what can we measure خلينا نبص على الجزء اللي في اليمين ده الاول الجزء اللي في اليمين الاول ده اللي هو الجزء ده نركز عليه وبعدين نشوف الترجمة بالعربي بيقول لي something that differentiate الحاجة التي تميز something that differentiate differentiate معناها يميز او يفرق تمام وحنا كان عندنا قبل كده مصطلح اسمه individual difference او الفروق الفردية individual differences ده كان الفروق الفردية فاذا differentiate هنا جاية كverb differentiate جاية كverb ودي معناها طبعا يعني مفرق او يميز اذا الكلمة دي مهمة انا مش هزا اقول انها كمصطلح لكن individual differences الفروق الفردية كانت مصطلح something that differentiate psychology from other science من العلوم الاخرى science من العلوم الاخرى اللي بيمايز علم النفس العلم في الاخرى is that the things in which we are interested things معناها الاشياء اللي بيمايز علم النفس على الفروق الاخرى هي الاشياء in which we are interested اللي احنا مهتمين بيه في مجال علم النفس ودي حقيقة ودي حقيقة ان كتير من اللي بيميز علمه عن علم هو ان كل علم بيركز في ايه وبيهتم بايه تمام فاحنا في مجال علم النفس احنا بنهتم بايه خلي ما انا عندنا كلمة حاجة اسمها minital states ودي معناها الحالة الزهنية وعندنا حاجة اسمها minital process وهي معناها العمليات العقلية شوفوا مرة انا قلت على minital مرة ذهنية ومرة قلت عقلية وما تفرقش اللي اتنين حاجة واحدة اللي بيمايز علم النفس عن الفروق الاخرى هو بيهتم بيه ايه الحاجة اللي بيهتم بيها فعلم النفس كان دائما بيهتم بالحاجتين دولت بال minital states and minital process اللي هي الحالة الزهنية والعمليات العقلية can never be directly absorbed لا يمكن never يعني مستحيل او لا يمكن لا يمكن absorbed يعني مشاهدتها or measured او قياسها directly بصورة مباشرة لا يمكن ان انا لاحظها او الاحظها او اقسها بصورة مباشرة الحاجات اللي بيتم بيه علم النفس حاجات غير قبلة للملاحظة او المشاهدة بصورة مباشرة الملاحظة او القياس طبعا measured معناها قياس دي الكلمة اللي احنا عمين نتكلم عليها وabsorbed يعني نلاحظها بس جا هنا كverb يعني اللي بيمايز علم النفس عن الفروق الاخرى انه بيدرس او بيهتم بحاجات لا يمكن ملاحظتها او مشاهدتها بصورة مباشرة you cannot touch مش ممكن تلمس or see a mood ام اريد نجي بقى الكلام المهم mood الحالة المزاجية thought الفكر ما اقدرش اشوف ولا الحالة المزاجية ولا ولا المس ولا اقيس بصورة مباشرة الحاجات دي الحالة الفكر disposition الاستعداد ما اقدرش برضه ايسو بصورة مباشرة ولا الممري ولا الذاكرة ولا الاتجاه ليه بتحط بقى مستطيلات ما اتفعنا بحط مستطيلات عشان نقول الحاجات دي مهمة الحاجات دي ايه جماعة مهمة نخلي بالنا منها طيب you can only انت بس تستطيع absorb تلاحظ خلي بالك عمالة absorb مرة هي absorb و مرة absorb يعني عمالة تتكرر برضه كلمة absorb you can only absorb انك انت تلاحظ فقط think is اشياء that are associated associated يعني ترتبط بتلاحظ حاجات ترتبط with this phenomenon بتلك الظاهر انت ما تقدرش تقيس الحاجات دي مباشرة اللي تقدر تعمله هو انك انت تلاحظ اشياء ترتبط بتلك الظاهر واحنا قلنا امثلة ان انا مثلا عندي الاغريشن او الاغريسيو فيهيفير السلوك العدواني انا مقدرش تشوفه ولا ايه بصورة مباشرة لكن افيه سلوكيات او فيه حاجات بترتبط بالسلوك العدواني الشتم الضرب الركل الجذب النميمة الغيبة كل الحاجات دي بترتبط بها اذا دي الحاجات اللي بتميز الشريحة بتاعتنا دي واللي احنا اكدنا طبعا الناحية التانية زي ما حضراتكم شايفين ده الترجمة اشياء الذي يفرق علم النفس عنهم الاخرى قالنا الاشياء التي يتم بها لا يمكن بلحظاتها او قياسها بصورة مباشرة فليمكن ان تلمس او طرى طبعا تلمس يعني او طرى الايه بقى الحالة المزاجية والفكر والاستعداد والذاكرة والاتجاه انا حطيت دواير بقى وحطيت مستطيلات حوالينا الحاجات اللي انت بتقوله ان احنا عايزين نعرف ايه الكلمات المهمة تمام تمام طب احنا كده خلصنا الشريحة دي ايوة خلصنا الشريحة دي تعال نشيل بقى الكلام اللي موجودة على الشريحة ده كله ونروح للشريحة اللي بعدها عشان نشوف استكمال ما تم اللي احنا قلناه استكمال طيب احنا قلنا خلاص something that differentiate وقلنا differentiate بالرغم انها كلمة كبيرة ويعني قد تكون صعبة الا انها ليست ايه زي ليست بمصطلح ليست بمصطلح what can we measure برضو استكمال psychologist psychologist برضو هنعمل زوم حوالين الجزء اللي هنا ده نروح كده بهدوء كده psychologist متخصصين في مجال علم النفس متخصصين في مجال علم النفس psychologist have developed طوروا three main type of measure three three main types of measure ثلاث انواع من المقاييس ثلاث انواع مالها رئيسية three main types types يعني ثلاث انواع رئيسية مين معناها رئيسي to help them examine mental process and state مش حكيعمل عليها دايرة تاني mental process and state قلنا العملات العقلية والحالات الزهنية خلاص ايه اول حاجة من الثلاث طرق اللي طوروهم عشان يقيسهم عشان يساعدهم من اما يدرسوا الحاجات دي اول حاجة اسمها behaviors or behavioral measures مقاييس سلوكية behavioral measures مقاييس سلوكية طب ودي ما قالها this include observation اه دي بتتضمن ملاحظة دي كلمة مهمة باش عايز absorbه مش عايز الفيرب عايزهم انواعن بعايزها في النوان كده observation the involve يعني تتضمن ملاحظة of a particular form of behaviors ان احنا نلاحظ صور معينة من السلوك صور اشكال معينة particular forms of behavior in order to make عشان نقدر to make inference نقدر نستدل نستدل about the psychological phenomenon برضو بتكرر تاني phenomenon ان احنا نستدل عن الظواهر النفسية that cause التي سببت cause or contribute او التي اسهمت to them اسهمت فيهم او سببتهم سببت ايه؟ سببت الظواهر النفسية دي زي ما احنا قلنا السلوك العدواني انا مقدرش اشوفه لكن ممكن الاحظ السلوكيات بتاعته الاحظ السلوك اللي بيعمله الشخص السلوك اللي بيعمله الشخص اقدر من خلاله اتعرف على انه عدواني ولا لا بيضرب زميله بيشتم زميله ايبه ده عدواني طب انا شفت العدوان لا بس شفت ايه؟ شاهدت observation لأيه؟ لأشكال معاينة من السلوك خلتني ان انا قدر اعمل inference قدر to make inference اعملت استدلالات استدليت about the psychological phenomena حول الظواهر النفسية that cause التي سببت all contribute them هو اللي خليها يقول الفاظ وحشة اللي خليها يضرب زميله يبقى هو في سبب يبقى هو عدواني بناس ريت على الكوذ او الحاجة اللي كانت السبب في الموضوع يبقى برضو هنشوف الترجمة باللغة العربية طور المتخصصون في علم النفس لاسة انوات رئيسية او صور types and want انصور للقياس المساعدتهم في كذا مقيس السلوكية وتضمن الملاحظة صور معاينة من السلوك طبعا نيرى العربي كويس جدا ما فيوش اي مشكلة برضو كده نرجع مرة تانية ونشيل اللي احنا عملنا ده نمسح الحروف دي كده كلها وننتقل الى الشريحة التي تليها الشريحة اللي بعد كده اكيد لسه فيه سورتين تانين ما تكلمناش عنهم ايه هم السورتين التانين بقى هنشوف السورتين التانين احنا شوفنا ال behavioral measures اه ال behavioral measures وانا حطيت عليها دايرة وحتاج لها المستطيل عشان اوضح انها مهمة انو عين التانين برضو هنخش كده عشان برضو الناس تبقى واضح الكلام هنروح برضو في الجزء اللي هنا ده كده تمام هنا هوت ايوة ونيجي نقول والله عندنا بقى حاجة اسمها self report self report self report معناها ايه اساليب التقرير الذاتي يبقى self reports معناها مقاييس تقرير ذاتي يعني تقرير ذاتي يعني الشخص اللي يقر على نفسه هو اللي يقول طب يقر على نفسه ازاي يعني طب نشوف كده مع بعض ذي بتتضمن asking people about their thoughts بنسأل الناس عن افكارهم مشاعرهم feelings رد فعلهم بقولهم سؤال او عبارة او جملة وهم يقولوا ايه ايه مشاعرهم او ايه افكارهم او ايه رد فعلهم للجملة دي مثل مهنة التدريس او انا مثلا ايه اشعر اه اه باميل الى اه الجلوس بمفردي اشعر بالرغبة في البكاء ايه المشاعر بتاعتك انت حاسس بيه ايه اه ايه 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 رد فعلك للجملة دي يدي تقييم لنفسه هو اللي يقيم لنفسه اه اذا اهاناني زميني فاني اسبه لو زميني شتمني او غلط فيه حغلط فيه حشتمه بتعمل كده هو ليقول هو ليقول اه طبعا انتوا عارفين بقى النوع ده يعني بيخدش فيها يعني مرغوبية اجتماعية لكن هو ده للأسف الشديد هو ده اللي موجود في 90% من بحثنا طب ده اسمه سيلفي ريبورت ميجر فيه حاجة تانية اسمها فيسيولوجيكال ميجرز فيسيولوجيكال ميجرز اللي هي مقييس الفيسيولوجية وفي مقييس الفيسيولوجية اه طبعا سيح ما بتستخدمش غير في النادر عايز ناس متخصصة بقى وعايزة ادوات واجهزة وحاجة جامدة جدا مش متوفرة غير في اماكن معينة لكن دي من الطرق القياسة الدقيقة جدا فيسيولوجيكال ميجرز اللي هي المقييس الفيسيولوجية ممالهة دي برضو بتقيس الاشياء برضو بتقيس الاشياء that are believed برضو to be associated with a particular form of a منتال activity activity يعني نشاط يعني physiological measure دي بتتضمن قياس أشياء بنعتقد أنها بتقترم بإيه جماعة بالمنital activity بالنشاط العقلي زي إيه زي مثلا for example heart اللي هو القلب يعني heart rate معدل لضربات القلب أو gelvanic response أو skin response response يعني استجابة وskin يعني الجلد وجلفانيك ده طبعا نسبة إلى عالم اسمه لوجي جلفاني وده معناه استجابة الجلد الجلفانية طب حطت عليها مستطيل ليه عشان أقول لك دي كلمات مهمة يبقى heart rate ضربات القلب والجلفانيك skin response اللي هي استجابة الجلد الجلفانية can serve as measures ممكن تستخدم كمقيس لإيه بقى anxiety للقلق والarouser وبرده خليني أعمل زوم أكتر على الكلمتين دولت لأن في بعض الناس بتلغبط منهم كلمة arouser معناها الكلمة الكلمة دي كبرناها جدا دي معناها استصارة بينما anxiety كلمة دي معناها القلق يبقى anxiety كلق والarouser والarouser الاستصارة لأن كانت فيه ناس متلغبطة الarouser دي استصارة وينوحها لالتانية دي an anxiety ده القلق يبقى إذن كلمات دي مهمة جدا طبعا مقياس التقرير الزاتي ده اللي في جهة اليمين ده اللي باللغة العربية اللي باللغة العربية طبعا ده أمره سهل وأعتقد أن حضراتكم تقدروا تقرؤه بسهولة مقايس التقرير الزاتي تضمن سؤال الأفراد حوالين كذا تمام مفوش أيش حاجة طيب يبقى إحنا نرجع تاني ونشيل ده كده وعرفنا المقايس اللي بنتكلم عليها هنتكلم على إيه تاني بقى بعد كده عرفنا إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من القياس الجانب البيهيفيار والجانب السيلف ريبورت والفيسيولوجيكال دولة إيه ثلاث حاجات أسايا عزين بقى نتكلم شوية على مناج البحث نفسها ونشوف مناج البحث اللي إيه اللي موجودة عندنا طيب نيجي برضو بنفس الطريقة نروح إنهوت كده عند سيكولوجيكال ريسيرش طبعا إيه ريسيرش ميثود ده مناج البحث ودي قبلتنا قبل كده في الفيديو السابق هننزل تحت هنا ونروح إنهوت كده ونقول والله عندنا حاجة اسمها سيكولوجيكال ريسيرش البحث النفسي البحث النفسي انفولف فور مين ميثود البحث النفسي في كم في كم منهج عندنا طبعا كتاب بيقول هنا وقت ايه 4 منهج رئيسية حدش تقال لي فين كلمة رئيسية ما احنا قلناها كذا مرة المين ايه هما الاربع منهج رئيسية حاجة اسمها هذا true experimental method المنهج التجريبي طبعا هو مثلا مترو يعني الحقيقي الاصيل الدقيق ماشي هو محدش بيكتب الدقيق ولا الاصيل عشان جدا حطينا بمين قسين هو معروف اسمه experimental method يعني منهج التجريبي طب والتاني اسمه قوازاي بنحط كلمة قوازاي experimental method يعني المنهج شبه التجريبي قوازاي هنا معناها شبه التجريبي المنهج شبه التجريبي زي survey method وطبعا دراسة المسحية survey معناها مسحي وسيرفي method يعني منهج المسحي المنهج المسحي معناها sometimes cold احيانا بيطلق عليه correlation method المنهج الارتباطي المنهج المسحي survey method احيانا بيطلق عليه المنهج الارتباطي اللي اتنين دولار بنفس المسمى ثم اخر حاجة عندنا اسمها case study method case study method ده رقم كام يا جماعة ده؟ رقم اربعة يبتعان عدوهم مع بعض true experimental method اللي هو المنهج التجريبي الاصيل او الحقيقي quasi experimental method المنهج شبه التجريبي survey method اللي هو المنهج المسحي اللي احنا بنسميه correlation method وال case study method المنهج دراسة الحالة دول الاربع مناهج المنتجين وطبعا الترجمة يتضمن بحث النفسي اربع مناهج رئيسية المنهج التجريبي وشبه التجريبي والمسحي والمنهج الارتباطي طبعا احنا شوفنا الاربع مناهج اللي احنا هزين نتكلم عليه برضو نرجع تاني ونشيل بقى دهوت كده ونرجع نشيل الكلام اللي احنا عاملينه ده وننتقل للشريحة اللي بعد منها اللي هي بتاخد بقى منهج منهج كده ونحاول ان احنا نتكلم عليه بصورة مختصرة ثم نتكلم بشكل تفصيلي يعني حنقول والله كده بصورة مختصرة ان كل منهج معي يعني نبدأ طبعا بالمنهج التجريبي المنهج التجريبي اللي هو الexperimental method طب ننزل كده ونشوف هذا المنهج بيتكلم في ايه يعني المنهج التجريبي ده عايزوا يقولنا ايه طيب المنهج التجريبي بتقولنا ايه يا منهج تجريبي بيقولك experimental method research المنهج التجريبي عبارة عن بحث منهج بحث experimental method ده المنهج التجريبي ده research method منهج بحث لكن ما له in which يعني جوه منه one or more independent variable شايفيني الكلمة دي في غاية العمية يعني جو المنهج ده بيبقى عندنا متغير تجريبي او اكتر متغير تجريبي او متغير مستقلة او اكتر هو كمان شوية احنا اكتشف المتغير المستقلة هو المتغير التجريبي عشان كده انا غلطت وانا بقول الاندبندن فريابل معناها المتغير المستقلة بيبقى عندنا متغير مستقلة او اكتر ويعني متغير مستقلة هنوضح طبعا are systematically manipulated يعني ايه systematically جاي من systematic يعني منظم manipulated يعني تعالج يعالج بنعالجه بصورة منظمة systematically هتشوف الكلمة دي هتجي بكل اصورها systematically طبعا دينا جاي بأدفرب يعني يعالج بصورة يعني ايه يعالج يعني ادي له دوة لا systematically manipulated يعني معناها ايه يا جماعة معناها كده ان انا يعني احط كده ادي المجموعة وأشيله من مجموعة تانية ولو ليه مستويات لو المتغير المستقل ليه مستويات في مجموعة تتعرض من المستوى ده ومجموعة تتعرض للمستوى ده ومجموعة تتعرض للمستوى ده ومجموعة تتعرض للمستوى ده ومجموعة تانية ما بتتعرضش الحاجة يبقى في اللي عندنا متغير مستقل بيتم معالجته بصورة منتظمة وكل المتغيرات المحتملة المتغيرات المؤثرة يبقى جميع المتغيرات المؤثرة المحتملة بنحصل لها كنترول بتطبط كنترول دي معناها تطبط وما معنى انها تطبط تبقى ثابتة تبقى ايه؟ تبقى ثابتة يبقى أنا عندي ظاهرة عندي متغير تجريبي بعالجه بصورة منظمة وفي نفس الوقت عندي متغيرات محتملة اخرى ممكن تأثر أثبتها طب بعمل كل الدوشة دي ليه بقى إن أردر تو أسس لجاي أقيم أسس جاي منا كلمة أسسمنت أسس زي إمباكت إمباكت زي إفكت بنيدت أثر أو تأثير أو في منيبوليتد طبعا هنا منيبوليتد وبينكو سين انديبندن يعني المتغير المستقل اللي إحنا بنعالجه أو ريليفنت أو تكم وبينكو سين ديبندن أو تكم إنديبندن يعني إنديبندن وديبندن ديبندن يعني تابع وإنديبندن يعني مستقل يعني عايز يقولك كيف الجملة ديت عايز يقولك إن المونوبيليتد المونوبيليتد variables المونوبيليتد variables هو ده الإنديبندن والأوتكم variables هو ده الديبندن كلمتين صغيرين آه ويمكن متلقبات كنت برضو منتوش متخصصين لكن دولها كلمتين واضحين جدا لأي حد عمل مناك تجريبي أنا ببع عندي متغير بغير فيه بصورة منتظمة وبشوف أسرع على متغير تاني المتغير اللي بغيره ده اللي بعمله المونوبيليشن ده اسمه المتغير المستقل الانديبندن والمتغير التاني اللي بشوفه يتأثر ازاي ده بيسموه الديبندن وده الناتج ناتج عملية التأثير فإذا المتغير التابع هو الأوتكمز والمتغير المستقل هو ده المونوبيليتد أو التريتمان تمام طبعا لو رحنا الانديحية التانية هيبقى دي الترجمة باللغة العربية المناج التجريبي المناج كذا ومناج كذا كلام طبعا سهل جدا طب نشيل الكلام ده ونروح للشريحة اللي بعد منها عشان نشوف الكوازاي اكسبريمينتل المناج شبه التجريبي شبه يعني ايه شبه يعني شبه شبه طيب شبه بس بيختلف عنه في حاجة يعني نشوف مع بعض برضو ايه نشوف مع بعض بهدوء كده يبقى يسمو ايه خلي بالكم ما من الكلمة ديت اسمها كوازاي 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 يعني أنا ممكن أم جاي راح كده وحطت على الكلمة اللي في الأول دي كوازاي شايفين الشرطة دي يعني عشان خطة دي صفة بيسموها hyphen adjectives الadjective صفة بس جايب hyphen ده خط الصغر ده بسمه hyphen quasi experimental method المنهج شبه التجريبي طب ليه بقى ايه اللي خلاك شبه تجريبي ايه الحاجة اللي نقصاك عشان كنت تصبح تجريبي ليه اصبحت شبه تجريبي quasi experimental method المنهج شبه التجريبي embodies يعني يجسد embodies يعني يجسد the same features نفس صفات the same features as the experimental method في نفس صفات features يعني صفات في نفس صفات المنهج التجريبي but but دي معناها بقى في حاجة ايه نقصا لكن does not involve لا يتضمن random assignment التعيين العشوائي التعيين العشوائي يعني ايه التعيين العشوائي يعني انت هتروح تقف في التجريبية ولا في الضبطة انت لتتعرض للمعالجة ولا حد تاني random assignment of participant للمشاركين to experimental conditions للظروف التجريبية conditions يعني ظروف التجريبية وما هي الظروف التجريبية مجموعة ضبطة ومجموعة تجريبية مجموعة تتعرض للمستوى ده ومجموعة مستوى التاني ومجموعة تجريبية مين اللي حيكون في المجموعة دي ومجموعة دي هل الامر ده بيتم بصورة عشوائية لو كان بيتم بصورة عشوائية كنا قلنا ده منهج شبه تجريبي شبه تجريبي يبقى منهج شبه التجريبي فيه جميع الصفات المنهج التجريبي مع هذا انه هو بس ما عندهش حتة ال random assignment التعيين العشوائي التخصيص العشوائي ليه وايه فايدة انه يكون عشوائي يعني ما يكونش فيه اختيار متعمد انا مخدش الشاطرين حطيتهم في التجريبية والخيبين حطيتهم في الضبطة العشوائية حتوزع الناس بصفاتهم بالتساوع على المجموعتين اذا برضو كوازاي اكسبريمينتال ميثود امباديز زا سيم فيتشارز اه از اكسبريمينتال ميثود باتتاز نوت انفولف زا راندم اسايمنت اوف بارتيسيبانت خلي بالكم كلمة بارسفينت المشاركين دي اعتبرنا كتير جدا ولا كلمة مهمة بارسفين المشاركين اكسبريمينتال كونديشنز للزروف التجريبية ودي الترجمة اللي موجودة في النحية التانية باللغة العربية يبقى احنا كده شفنا المنهج شبه التجريبي نروح نشوف المنهج اللي بعد كده وهو المنهج السيرفيي ميثود اللي احنا قلنا ده البعض بيسميه كوروليشن ميثود سيرفيي ميثود المنهج المسحي المنهج المسحي ايه المنهج المسحي ده بقى سيرفيي ميثود survey معناها مسح إذن survey method ده المنهج المسحي تمام survey method برضو بيرجع تاني يقول لي survey method المنهج المسحي systematic فاكرين كلمة systematic systematically أعمالها تتكرر systematic collection الجامع المنظم of information للمعلومات مش للمعرفة للمعلومات about different variable حوالين متغيرات مختلفة يبقى عبارة عن جامع منظم للمعلومات حول متغيرات مختلفة in order to investigate عشان ندرس أو نفحص the relationship the relationship مرة تقبلنا الكلمة دية وهي كلمة في غاية الأمية the relationship between them them دي الضمير ده عيد على المتغيرات عشان ندرس العلاقة بينهما فبينهما عيد على المتغيرات يبقى إذن survey method the systematic collection الجامع المنظم برضو ما حتسأني بتحط مستطيلات ليه عشان أقول لكم مش إحنا قلنا عايزين نعرف إيه المصطلحات المهمة the systematic collection of information للمعلومات about different variables لمتغيرات مختلفة in order to investigate عشان ندرس the relationship between them ذم يعني هما المتغيرات المناج المسحي عبارة عن جامع منظم للمعلومات حول متغيرات مختلفة لكي ندرس العلاقة بينهما وكلمة relationship زي كلمة correlation relation وcorrelation اللي اتنين حاجة واحدة بترجمه معنى علاقة أو ارتباط relation ship بيعتبروه علاقة وcorrelation بيسموه ارتباط وحميز ما بينهم relation ship يعني علاقة أما الcorrelation فده معنى الارتباط في فرق بين العلاقة والارتباط يعني البعض شايف يعني إن الcorrelation ده قد يكون مفهوم إحصائي أما relation ده المفهوم النفسي يعني قد لكن في الترجمة كد يكون مش عارف مش عارف لقول إن فيه معنى واضح في ذهني لكن ده هوت الاتنين بنقول على relation ship لأنها علاقة بينما correlation وعلى الارتباط خلاص ودي الترجمة زي ما احنا قلنا بالعرب نرجع نشيل ده كده وننتقل لشريحة تانية ونروح نشوف بقى هنتكلم على المنهج التجريبي هنتكلم على المنهج التجريبي بنبدأ بالمناهج التجريبي لأنه من المناهج يعني منتشرة جدا ومهمة جدا وعايزين نعرف عليه بعض خصائصه بعض مميزاته وبعض صفاته فهنعرفه بشيء من التفصيل المنهج التجريبي اللي احنا سميناه experimental method يبقى experimental method هو المنهج التجريبي طب نرجع مرة تانية نقول عليه إيه إذا experimental method بيقول لي كده one very common خلينا برضو نروح هنا هو ده طبعا نفس المصطلح التاني اللي احنا تكلمنا عليه experimental method فمش هنعيد تاني خلينا ننزل بس عند الكلام اللي تحت ده one very common method يعني أحد المناهج اللي هي تعتبر يعني إيه شائحة جدا common يعني شائح is to manipulate برضو تعالج واحتقابلنا كلمة treatment نفس المعنى to manipulate يعني تعالج one or more variable أنت تعالج متغير أو أكتر وأنا قلت المتغير أو أكتر اللي بنعالجه اسمه independent variable and to examine the effect of the manipulation أنك أنت تشوف أثر تلك المعالجة manipulate يعني يعالج manipulation يعني معالجة on outcome variable على متغير ناتج أو على متغير ناتج اللي هو متغير ناتج اللي سمينا إيه dependent variable كان في الشريحة اللي قبل كده لذلك كل الكلمات اللي هي بش كلمة جديدة يمكن كلمة manipulation هي كلمة جديدة كتركيبة لكن قبلتنا manipulate يبقى دايما أحد المناهج one very common شائع جدا أنك أنت تعالج متغير أو أكتر وتفحص تأثير هذه المعالجة على متغير ناتج to do that عشان بنعمل ده the researcher examine participant response بيدرسوا استجابات المشاركين participant responses استجابات المشاركين in the presence في حالة وجود and the absence وبحالة غياب the manipulation في حالة حضور في حالة غياب أو وجود المعالجة وحنفهم كمال شوية بسيطة أن المعالجة لما تبقى موجودة المجموعة اللي بتتعرض للمعالجة يعني presence المعالجة بتقدم لها بيسموها experimental group والمجموعة التي لا تتعرض للمعالجة يعني المعالجة بنسبة لها absence غائبة بيسموها control group تمام أرجوكم تشوف الفيديو أكتر من مرة عشان خاطر فيه تكليف أنا هحطه على الفيديو ده هوت عشان حضراتكم تستكملوه يبقى أحد المناجي البحث الشقاع جدا لذي يعالج متغير أو أكثر ويفحص تأسيد تلك المعالجة أنا طبعا مش هقرأ لبل العربي هسيبه لكم أنتو حضراتكم تشوفوه طيب نشيل برضو الكلام ده هوت ونروح ناخد الشريحة اللي بعدها إحنا طبعا حاليا دلوقتي بنتكلم عن المناجي التجريبي يبقى experimental method يعرف لي بقى يعني إيه manipulation يعني إيه معالجة يعني إيه معالجة بياخد لي بقى المصطلحات هنقدم مصطلحات علم النفس التجريبي تمام فعنشوف كلمة manipulation manipulation معالجة ما معنى المعالجة manipulation the process هي عملية of systematically process of systematically varying عبارة عن varying معناها تغيير تغيير نغير بصورة عملية التغيير بصورة منتظمة process يعني عملية المعالجة دي عملية process بيخلالها بيتم إيه بيتم فيها تغيير بصورة منتظمة لمين للindependent variable نغير بصورة منتظمة المتغير المستقل المتغير المستقل across different experimental conditions قبلتنا برضو experimental conditions بقبلتنا إن إحنا بنغير أو بنغير بصورة منتظمة المتغير المستقل عبر شروط ظروف تجريبية عبر ظروف أو شروط تجريبية مختلفة sometimes أحيانا referred to بيشار إليه as a experimental treatment مين يبيشار إليه على إنها experimental treatment المنوبوليشن or intervention أو بيطلق عليها إنها إيه تدخل intervention خلينا نحط بقى دايرة كمان على تدخل intervention تدخل إذن الكلمة دي في غاية الأهمية يبقى أحيانا المنوبوليشن بيسموها experimental treatment المعالجة التجريبية ما معنى المنوبوليشن معناها إنك إحنا بنعمل المنوبوليشن the process of systematically إنها عملية يعني عملية تغيير بصورة منتظمة لمتغير مستقل عبر across different experimental conditions عبر ظروف تجريبية أو شروط تجريبية مختلفة sometimes referred to قاد بيشار لتلك العملية على إنها إيه as experimental treatment المعالجة التجريبية أو intervention برضو خلوني إيه أعمل كده عشان أنزلوا كده كمان عشان أنزل على الانترفينشن ديت وحضراتكم تمن لا كده العين يعني كده intervention أهي الانترفينشن دي المعالجة شايفينها كلمة إحنا مكبرينها أديه عشان حضراتكم بس تشوفو كلمة intervention فإنترفينشن دي معناها معالجة experimental treatment المعالجة التجريبية intervention التدخل intervention التدخل يبقى بيسموها معالجة تجريبية أو تدخل خلاص يبقى شفنا إحنا الجزء ده بنركز فيه على مصطلحات المنهج التجريبي مصطلحات المنهج التجريبي طيب نشوف إيه اللي بعد كده إن مصطلحات تانية في المنهج التجريبي عندنا كمان experimental control experimental control وده معناه الضبط التجريبي يعني إيه ضبط التجريبي أحنفهم مع بعض يعني إيه ضبط التجريبي experimental control الضبط التجريبي is used بيستخدم to make the different situation ده بيستخدم عشان يعمل يا جماعة يخلي المواقف different situation على مواقف المختلفة يخليها إيه متطابقة يعني الضبط التجريبي بيحاول يخلي المواقف المختلفة متطابقة يعني بيحاول يخليها متطابقة طب يعني إيه الكلام ده يعني أنا عندي مجموعة تجريبية ومجموعة ضبطة صحيح في ناس هنا وفي ناس هنا بس أنا عايزة أخليهم زي بعض بالزبط ما اللي بيعمل الكلام ده experimental control يخليهم متطابقين في إيه in every respect في جميع أو في كل الجوانب في كل جانب accept معدى the presence مرة تانية or absence of the manipulation معدى غياب أو presence معناها حضور presence معناها حضور وabsence يعني معناها غياب المعالجة يعني بخلي المجموعتين أو الظروف المواقف اللي موجودة في التجريبة المجموعة اللي عندي خليها متكافأة في كل حاجة معدى إن في واحدة منهم هتتعرض المعالجة وواحدة ثانية مش هتتعرض المعالجة المنوبليشن اللي يسميناها experimental treatment المعالجة التجريبية فمرة تانية الexperimental control the method هي عبارة عن طريقة أو منهج of ensuring خلينا نسق أو نتأكد ensuring يعني نسق that group أن المجموعات being study التي تدرس المجموعات التي تدرس ما لها المجموعات التي تدرس ما لها are the same واحدة except for the manipulation or treatment under investigation معادة المعالجة أو المعالجة التجريبية implementation أو فتريتمانت معناها معالجة ومنوبليشن معناها معالجة تمام إذن experimental method دي الطريقة بخلينا نسق أن المجموعات ما لها اللي احنا بندرسها واحدة زي بعضها في كل حاجة معادة بس إن في واحدة منهم هتتعرض للمعالجة والتانية لا برضو لو رحنا للنحية التانية هنلاقي الترجمة بهذا الشكل نشيل الكلام ده ونروح للشريحة اللي بعدها يبقى شفنا المنوبليشن والexperimental control فيه تاني احنا عايزين نعرفه في هذا الموضوع عايزين نعرف يعني هنا طبعا بيأكد على الفكرة إن experiment معناها التجارب التجارب اللي احنا بنعمل لها ما احنا في المناج التجريبي experiment فبقول لي خلي بالك إن انت عندك تجارب فالتجارب بتاعتك دي ممكن يكون فيها ناش مختلفة يعني في مجموعة تجربية ناس ومجموعة ضبطة ناس في كل موقف أو عبارة نفس الافراد في مواقف مختلفة يعني ممكن يكون عندي مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة وكل واحدة فيهم تتعرض واحدة تتعرض للتجربة واحدة تانية لأ وممكن يكون عندي نفس الناس اعرضهم مرة لمستوى معين من المعالجة ونفس الناس ارجع عارضهم تاني لمستوى تاني من المعالجة وبالتالي ممكن يكون عندي افراد مختلفين وممكن يكون عندي نفس الافراد فبيقول لي people who take part in the experiment الناس اللي بتشارك take part معناها يشاركهم in the experiment في التجارب في التجارب بنسميهم ايه are called participant بنسميهم مشاركين لكن but if you read older research paper لو بتقرأ ابحث قديمة اقدم شوية they are generally referred to as subject كانوا غالبا بيسموهم مفحوصين لكنهم قالوا لأكلمة مفحوصين دي تتقل على بتطر بتفحص حيوان بتفحص نبات بتفحص مش عارف طوبة لكن البناء الادمين اسموهم participant بيسميهم مشاركين يبقى خلي بالك من كلمة subject مش معناها موضوعات اه هي معناها موضوعات في الحياة لكن هنا معناها مفحوصين research papers معناها او يعني اوراق بحسية اوراق بحسية فبرضو لو رحتوا حضراتكم من ناحية التانية هتلاقوا الكلام باللغة العربية موجود بهذا بهذا الشكل نرجع نشيل ده وننتقل فيما بعد كده ايه بعد كده تاني عايزين نقوله احنا شفنا يعني treatment و manipulation وشفنا participant هم مين participant وشفنا experimental control الضبط التجريبي فيه كمان ايه فيه كمان طبعا عايزين نعرف يعني experimental group يعني experimental group اه تعاكده مع بعض بقى نشوف يعني experimental group اللي احنا بنقول عليها المجموعة التجريبية experimental group معناها المجموعة التجريبية ايه هي المجموعة التجريبية دول بيقولي participant مشاركين in an experiment في تجربة دول بيشاركوا في تجربة who are supposed to الذين يتعرضوا ل a particular level of relevant manipulation اللي بيتعرضوا المستوى معين من المعالجة موضوع الدراسة or treatment يا اما المعالجة يا اما treatment من الاتنين بمعنى تقريبا واحد as the thing it from تمييزا لهم على control group يبقى المجموعة التجريبية اللي هي experimental group ديت هم عبارة عن مشاركين لكنهم اتعرضوا لمستوى معين من المعالجة من المستوى معين من المعالجة يعني المستوى معين من المتغاري التجريبي فخلي بالكم منوبيليشن برغم انها يعني كلمة يعني بتقال كتير لكن انا مش عايز اقول انها مصطلح عايز لو قابلتنا بصغة تانية حالا بنقول عليها لكن دلوقتي هو ده المعنى باللغة العربية في الجهة التانية زي ما حتكم شايفين اهو المجموعة التجربية المشاركين في التجربة الذين يتعرضون لكذا نعمل ونرجع نشوف الشريحة اللي بعد كده احنا شفنا المنهج التريتمانت المنهج التجريبي طبعا هنا بقول لي تريتمانت زي اكسبريمينت المونيبليشن يعني تريتمانت لان احنا محترين ما بين التريتمانت وما بين المنوبليشن فبيقول لي ان التريتمانت زي اكسبريمينت اللي عبارة عن المعالجة التجربية يعني كلمة تريتمانت معناها اكسبريمينت المنوبليشن بس المين of the independent variable طبعا تريتمانت واكسبريمينت المنوبليشن والديبندن كل دي مصطلحات قبلتنا مش مش عادة لحط دوير فالناس قولوا كلمات كتيرة مش كلمات كتيرة عمالة تتكرر يبقى التريتمانت عبارة عن ايه اكسبريمينت المنوبليشن المعالجة التجربية للمتغير المستقل وده اللي أنا عمل اقول طولوا لمحاضرة دي المعالجة للمتغير المستقل والاوت كامز هو الديبندن طب نيجي للكنترول جروب مين ايه الكنترول جروب طيب نعمل برضو ايه الكنترول جروب نروح على الكنترول جروب كده الكنترول جروب هي عبارة عن participant برضو مشاركين in an experiment في تجربة who are not subjected to الذين لم يتعرضوا to the treatment ما تعرضوش للمعالجة of interest المعالجة محل الاهتمام اللي احنا مؤتمن بيها يبقى النازي are not subjected to لم يتعرضوا الى المعالجة محل لايه الاهتمام طبعا تمييزا لهم برضو from experimental group يبقى في ناس اللي هم exposed to treatment بيسميهم experimental واللي not subjected to the treatment بيسميهم control تمام؟ يبقى treatment عرفناها انها عبارة عن and control group control group بتاعنا هو عبارة عن المشاركين في التجربة الذين منهم are not subjected to the treatment of interest المعالجة محل الاهتمام اللي احنا مؤتمن بيها برضو لو رحنا الناحية التانية هنبص نلاقي المصطلحات او الترجمة بلغة الانجليزية بلغة العربية نشيل دا كله كده ونشوف ايه تاني اللي موجود independent variable المتغير المستقل independent variable ما هو المتغير المستقل وطبعا زي ما حرف لي متغير المستقل لحاليه تحت يقول لي dependent variable المتغير التابع ايه هو المتغير المستقل the treatment variable المتغير الذي يتم معالجته the treatment variable manipulated in an experiment الذي يتم معالجته بالتجربة or the causal variable المتغير السببي المتغير السببي believe the to be responsible ما اللي احنا بنعتقد انه مسئول عن for a particular effects or outcome المسئول عن ايه عن تأثيرات معينة او نواتج معينة particular effects تأثيرات معينة or outcomes او نواتج معينة يبقى مرة تانية independent variable the treatment variable that manipulated manipulated in an experiment اللي بيتم معالجته في التجربة اللي بيعالج وما معنى يعالج يعني دولة تفعرضو لو دولة لا او نسميه causal variable causal variable ده معانا المتغير السببي believed to be responsible بنعتقد انه هو مسئول for a particular effect عن تأثيرات او نواتج معينة dependent variable لا the variable in which المتغير اللي بياله اللي بيكون فيه the researcher is interested in monitoring monitor monitoring effects or outcomes اللي احنا عايزين نرصد monitor او monitoring ان احنا عايزين ندرس او نراقب او نرصد تأثيراته او نتائجه يعني ده المتغير اللي بيتأثر ده المتغير اللي بيكون الناتج النواتج احنا متمين بيتأثر ازاي المتغير ده عايزين نرصد تأثير ويتأثر ازاي ده dependent variable فزي ما احنا قلنا عشان كده انه قلت ان ال independent variable بيسميه the outcomes النواتج وال independent variable ده اللي احنا تبرناه سميه cause ده اللي هو manipulation اللي احنا عمله manipulation اللي هو بنعمله معالجة يبقى المتغير المستقل هو متغير المعالجة الذي يتم تناوله في التجربة او متغير السبب المسؤول عن التأثيرات النوعية او النواتج المتغير التابع المتغير حيث فيه تم الباحث بمراكبة التأثيرات او النواتج عليها هزي نشوف تأثيره بتأثر ازاي هزي نشوفه بتكيفه يتأثر احنا شفنا مصطلحات هذه النظرية او هذا المنهج المنهج التجريبي مصطلحاته شفناها مع بعض تفاضل فيها حاجة تانية مستقبل ملكالي عن المنهج التجريبي تفاضل فيها كوازاي اكسبريمينتال ميثو ده هنخليه للمحاضرة الجاية مع المنهج السيرفير ومع المنهج الاخرى لكن هنكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة ارجو ان كنتوا تكره المحاضرة كويس لان احط عليها تكليف هننزل عليها تكليف ارجو ان كل طالب يحاول يفهم المحاضرة كويس يطلع المصطلحات يطلع المفاهم لان دي هتبقى مهمة جدا بالنسبة له مرة تانية بتمنلكوا التوفيق والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته